طيب اليوم الحين داخلين على سوشال ميديا عندنا اخبار رهيبة صراحة في السوشال ميديا وتغريدات فيها غرابة شوية شفت التغريدة؟ لسح الحين حنشوفها طيب يقول لك من حساب غريبة اللي هي حساب على تويتر الموضوع له علاقة بالحب والفن والجمال وحب الحياة خلينا نقرأ التغريدة سواء يقول سيدة من دولة تشيك تبلغ من العمر 91 سنة تقوم بتحويل قرية صغيرة إلى معرض فني رائع عن طريق الرسم على الجدران وتقول أنها تقوم بذلك لأنها تستمتع بنشر البهجة ومساعدة الناس فعلا العمر مجرد رقم ايش رايك بالله يعني عمرها 91 سنة وتقعد كل يوم تشتغل بنفسها وبدقة جدا عالية شفت الرسومات فعلا فيها تفاصيل كثيرة ودقة عالية وتحت الشمس وعلى الجدران وتحاول أنها فعلا تنشر البهجة للناس الموجودين في هذه القرية واللي عايشين معها يعني 91 سنة كل يوم أكتشف خبر جديد ومواضيع جديدة فعلا أقول يعني نحن ما لنا أي عذر بس ترى ملاحظة شوية شمسهم ترى غير شمسنا ايه طبعا ايه شمسنا اجواءهم أكيد اجواء مفله وتفتح النفس تخلي الواحد أصلا كده ينفلت في الإبداع بس برضو يعني محمد 91 سنة وبهذا الإبداع والإخلاص والإنجاز اللي قاعدين أن نشوفوا فن صراحة جدا جميل يعني غيرت القرية بالكامل تخيل برسوماتها شي جدا رائع طبعا هذه التغريدة المختارة للي اليوم لكن أكيد العنود الطعامي مجهزتها تقرير جدا جميل فقرة يلا سلام وأشهر القنوات البحرية حول العالم نشوفوا